تتصاعد وطيرة الأحداث قرب اليمن منذرة بمزيد من التصعيد الذي لم يتوقف منذ أكثر من عام هذه التطورات تأخذ منحا عسكريا برا وبحرا وتتخذ العديد من الأشكال والأساليب والصور تحوم الطائرات الأمريكية فوق اليمن وتعلن جماعة الحثي إسقاط أحدثها في محافظة الجوف ليستمر مسلسل الوجود الأمريكي الجوي والإسقاط المباشر من جماعة الحثي في أكثر من محافظة يمانية واشنطن نفسها تترقب المشهد في اليمن بعد إعلان وصول رئيس جديد للبيت الأبيض وتبدو هي الأخرى عازمة على إزدار الستار في البحر الأحمر والانتهاء من أعقد القضايا التي أخفقت فيها إدارة الرئيس السابق جو بايدن خاصة مع علاقة ترامب بحكام المنطقة الذين أدمتهم وأبكتهم الحرب في اليمن منذ سنوات في المقابل ترسل إسرائيل أحدث وأقطر سفنها الحربية إلى البحر الأحمر متجاوزة قناة السويس مدفوعة بالانتقام ساعية للاقتراب من الشواطئ اليمنية لاستعادة صورتها التي تحطمت مؤخرا وهي تشهد وصول العديد من المسيرات والصواريخ إلى أراضيها من اليمن المرة الأولى ضربات واشنطن الجوية على اليمن لم تتوقف هي الأخرى وأعلنت جماعة الحثي في صنعها تعرض مديرية التحيط في الحديدة لغارتين وتزامن ذلك مع علان إسرائيل التصدي صاروخ في سماء البحر الأحمر بعد هدوء نسبي شهدته بحار اليمن والمنطقة برمتها بالنسبة للحثيين فقد سارعوا لتنفيذ هجمة جديدة استهدفت قاعدة النفاتهم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري باسم الحثيين العميد يحيا سريع يسعى الحثيون في المقابل ليكونوا في قلب المعادلة ويتحضرون في سياق ذلك بالعديد من الإجراءات وتبين ذلك من تصريحات زعيم الجماعة عبد الملك الحثي الذي سارع للظهور بعد وقت يسير من فوز ترامب ليوجه رسائله إلى العالم وتحديدا منها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الاحتشاد العسكري المتبادل يعكس مدى الاحتقان المهيم ويشير إلى أي مستوى بات العالم يضيق مما يجري خاصة مع الضربات التي تلقاها في البحر الأحمر اقتصادية كانت أو عسكرية بينما يستمر فتيل التوتر في الاشتعال والمصير غامض والترقب سيد الموقف ترجمة نانسي قنقر